أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني الإعدادي من قناة مصر التعليمية ورحب بكم ومعدنا الأسبوع المتجدد وبرنامج مدرسة على الهوى ومادة الدراسات الاجتماعية النهاردة هنتناول درس جديد من دروس الجغرافية الدرس ده درس سهل جدا وهو درس الثروة الحيوانية والسماكية في الوطن العربي طبعا وطن العربي يا أولاد غني بسرواته الحيوانية والسماكية المختلفة في الدرس ده هنتعرف على أنواع السروة الحيوانية وهنشوف المشكلات اللي بتعوقي السروة الحيوانية وزي نتغلب على هذه المشكلات هنبدأ معكم بموضوع السروة الحيوانية وهناخد أنواع السروة الحيوانية في الوطن العربي السروة الحيوانية في الوطن العربي بتنقسم أعزائي الطلاب إلى ثلاث أقسام زي ما يظهروا قدامكم على الشاشة دلوقتي أولا الحيوانات أول نوع من أنواع السروة الحيوانية الحيوانات وهنعرف أنواعها ثانيا الدواجن ثالثا الأسماك يبقى السروة الحيوانية في الوطن العربي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولا الحيوانات القسم الثاني الدواجن القسم الثالث الأسماك طيب هنشوف كل قسم الوحدي هنبدأ بالحيوانات التي تربى في الوطن العربي عندنا يا أولاد أولا الأغنام عندنا أول نوع من أنواع السروة الحيوانية في الوطن العربي الأغنام عندنا كمان الأبقار عندنا كمان الماعز وكمان الجاموس والإبل الإبل هي الجمال والخيول العربية الأصيلة يبقى تنقسم الحيوانات في الوطن العربي إلى ثلاث أقسام الأغنام الأبقار الماعز الجاموس الإبل أو الجمال والخيول العربية الأصيلة دي أنواع السروة الحيوانية في وطننا العربي طبعا يا ولاد أول حاجة نتناولها الأغنام الأغنام هي أكثر أنواع السروة الحيوانية طيب الأغنام والأبقار والجمال هذه السروة الحيوانية بتتغزى على إيه إيه أنواع المرأة عندنا عندنا أولا الأعلاف مراعي معتدلة اللي هي الاستيبس وعندنا مراعي حرة اللي هي السفانة يبقى المراعي نوعين دي اسمها مراعي طبيعية يأما مراعي معتدلة في شمال الوطن العربي وهي عبارة عن حشائش الاستبس المعتدلة أو مراعي حرة وتوجد في جنوب الوطن العربي وهي مراعي السافانة يبقى إذن السروة الحيوانية عندنا بتعتمد على المراعي الطبيعية المراعي الطبيعية هي التي تنمو تلقائيا دون تدخل من الإنسان وتنقسم المراعي الطبيعية إلى نوعين مراعي معتدلة في الشمال اللي هي مراعي الاستيبس ومراعي حرة في الجنوب اللي هي مراعي السافانة طيب هل يا أولاد السروة الحيوانية عندنا في الوطن العربي بتعتمد على المراعي الطبيعية بس لا طبعا السروة الحيوانية يا أولاد بتعتمد أيضا في تغذيتها على الأعلاف الزراعية لأن احنا بنزرع بعض المحاصيل التي تستخدم كعلف للحيوان يبقى لو حد سألني في الامتحان وقال لي لو جالني سؤال في الامتحان آخر العام وقال لي تتغذى السروة الحيوانية في الوطن العربي على نقط ونقط هقول له على الأعلاف الزراعية اللي بنزرعها في الأرض الزراعية أو على المراعي الطبيعية طب إفر الجالي سؤال وقال لي ما المقصود بالمراعي الطبيعية هقول له المراعي الطبيعية هي عبارة عن حشائش بتنمو تلقائيا يعني تلقائيا يعني بتنمو لوحدها الإنسان ما بيزرعها شي ولا بيرويها ده دي هبة من الله سبحانه وتعالى هذه الحشائش بتنمو تلقائيا دون أي تدخل من الإنسان طبعا يا أولاد غنى هذه الحشائش يعني غنى هذه الحشائش يعني مدى كسافة هذه الحشائش بيحدد نوع الحيوان اللي بيتربى فيها أو بيرعى فيها يعني مثلا في حشائش الاستبس يا أولاد علشان حشائش الاستبس قصيرة بتربى فيها الأغنام والماعز حشائش السافانة أكثر كسافة بتتربى فيها الأغنام والأبقار يبقى نبدأ بالمراعي وهنقول المراعي الطبيعية هي المراعي هي الحشائش اللي تنمو تلقائيا دون تدخل من الإنسان وشوفنا نوعينها اللي هي الاستبس في الشمال والسافانة في الجنوب طيب بص يا أولاد الخريطة اللي قدامنا دي بتوضح لنا المراعي الطبيعية في الوطن العربي السهم بيشير إلى المراعي المعتدلة اللي موجودة في شمال الوطن العربي طبعا دي بتنمو في إقليم البحر المتوسط خدناها في الترم الأول عندنا في جنوب الوطن العربي المراعي الحارة اللي هي مراعي السافانة هذه المراعي المعتدلة في الشمال والمراعي الحرة في الجنوب اللي هي السافانة كما تشير الأسهم اللي قدامنا يا أولاد دي بالنسبة للمراعي الطبيعية في الوطن العربي طب لو حد سألني سؤاله وقال لي أكثر الدول العربية التي تمتلك سروة حيوانية هقول له السودان قبل تقسيمها السودان قبل التقسيم هي أكبر دولة عربية تمتلك سروة كانت تمتلك سروة حيوانية الأغنام يا أولاد أدي صورة للأغنام أهيه كلنا طبعا من شوفها وعرفينها الأغنام هي أكثر أنواع السروة الحيوانية انتشارا في الوطن العربي وهنا ممكن يجينا سؤال يقول لنا بما تفسر الأغنام هي أكثر أنواع السروة الحيوانية انتشارا في الوطن العربي طب تعالوا مع بعضنا كده نكتب السؤال دا لو جالنا سؤال زي كده وقال لنا بما تفسر الأغنام هي أكثر أنواع السروة الحيوانية انتشارا في الوطن العربي طبعا الإجابة بسيطة جدا جدا هنقول كلمتين بسبب فقر المراعي بسبب فقر المراعي المراعي في الوطن العربي فقيرة ولذلك الأغنام هي أنسب أنواع السروة الحيوانية التي ترعى في هذه المراعي يبقى دي بالنسبة للأغنام يا أولاد طيب الأغنام دي يا أولاد عاوزين نشوف خريطة الوطن العربي ونوزع عليها الأغنام يعني إيه هنشوف أكبر الدول العربية المنتجة للأغنام دلوقتي تظهر قدامنا على الشاشة يا أولاد خريطة الوطن العربي وعلى هذه الخريطة هنوزع السروة الحيوانية من الأغنام ونشوف أهم الدول المنتجة للأغنام عندنا يا أولاد الدولة الأولى المنتجة للأغنام هي دولة السودان الدولة الأولى يا أولاد المنتجة للأغنام هي دولة السودان عندنا الدولة التانية هي دولة المغرب عندنا الدولة التالتة هي دولة الجزائر دي الدول العربية التي تربي الأغنام على الترتيب السودان تحتل المرتبة الأولى المغرب تحتل المرتبة الثانية ثم دولة الجزائر في المرتبة الثالثة دي بالنسبة لأول نوع من أنواع الحيوانات عندنا وهي الأغنام عندنا النوع الثاني يا أولاد وهو الماعز هذه صورة للماعز يا أولاد وطبعا معظمنا شاف الماعز في البيئة شفنا الماعز أكيد يا أولاد هذه صورة للماعز هذه النوع من الحيوانات أو من السروة الحيوانية أهم الدول المنتجة له الصومال الصومال تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الماعز تأتي بعدها مباشرة دولة السودان يبقى الصومال والسودان أكثر دولتين في إنتاج الماعز في الوطن العربي عندنا النوع الثالث من السروة الحيوانية وهو الأبقار بردو كلنا شفنا الأبقار في البيئة هذه الأبقار يا ولاد هذه الأبقار يا ولاد تربى وترعى بشكل كبير جدا في دولة السودان يبقى السودان تحتل المرتبة الأولى في تربية الأبقار تأتي بعدها مباشرة مصر ثم دولة المغرب ثم دولة سوريا وأخيرا الصومال يبقى بالترتيب يا ولاد السودان مصر المغرب سوريا الصومال دي أكتر الدول العربية المنتجة للأبقار في الوطن العربي طبعا الصورة السابقة أجبها لكم اللي هي الجموس يا ولاده بعضنا طبعا شاف الجموس في البيئة دي صورة من البيئة الطبيعية وشافين الحشائش يا ولاد دي حشائش السافانة يربى الجموس في مصر والعراق يربى الجموس في مصر والعراق بصفة خاصة طبعا الجموس يا ولاد بيربى في مصر والعراق بصفة خاصة لأن الجموس يحتاج بيئة فيضية بيئة فيضية يعني محتاج أنهار الجموس لا يتحمل الجفاف ولذلك يربى في بيئة فيضية الدولة الأولى في إنتاج مصر والدولة الثانية العراق أيضا يربى في السودان يبقى مصر والعراق أكبر دولتين في تربية الجموس وذلك لوجود الأنهار نهر النيل في مصر ونهري دجلة والفرات في دولة العراق عندنا الخيول العربية الأصيلة التي لها شهرة عالمية طبعا يا أولاد كلنا طبعا عارفين الخيول العربية الأصيلة وعارفين شهرتها العالمية أكثر الدول تربية للخيول العربية الأصيلة تأتي مصر في مقدمة هذه الدول يا أولاد تربية للخيول العربية الأصيلة ثم دولة المغرب مصر والمغرب يا أولاد والعراق أكثر تلت دول بيربوا الخيول العربية الأصيلة التي لها شهرة كبيرة جدا في العالم أما النوع اللي بعد كده يا أولاد فهو الإبل الإبل اللي هي الجمال كلنا عارفين الجمل يا أولاد اللي هو سفينة الصحراء الإبل دي يا أولاد تربى بصفة خصة في دولة السودان وتقوم على الإبل رياضة شعبية هذه الرياضة تسمى سباق الهجن طبعا رياضة سباق الهجن دي موجودة في السعودية ومصر والإمارات وفي هذه الرياضة تتسابق الإبل بسرعة 64 كم في الساعة في أماكن مخصصة لذلك يبقى سباق الهجن يا أولاد طبعا دي في المعلومة الإسرائيلية مش مقررة علينا مش موضع امتحان ولكن طبعا عاوزين نعرف ما هو سباق الهجن سباق الهجن رياضة شعبية تمارس في بعض الدول العربية أكبرها مصر والسعودية ومصر والإمارات حيث تتسابق الإبل بسرعة 64 كم في الساعة في أماكن مخصصة لهذا النوع من السباق أكبر الدول العربية تربية للإبل هي دولة السودان طبعا يوجد دول أخرى ولكن أكبر الدول هي دولة السودان تربية للإبل دي بالنسبة يا أولاد لأنواع السروة الحيوانية استعرضنا استعراض سريع لأهم أنواع هذه السروة شفنا الأغنام وعرفنا أن فقر المراعي أدى إلى انتشار هذا النوع من الأغنام شفنا الماعز شفنا الأبقار الجموس الذي يربى في مصر والعراق لأنه يحتاج إلى بيئة فيضية شفنا الخيول العربية الأصيلة شفنا الإبل التي تشتهر بتربيتها السودان وشفنا سباق الهجن الذي يقام في بعض الدول العربية يا ترى السروة الحيوانية دي كلها هل لها أهمية؟ طبعا السؤال بيجي لنا إزاي بما تفسر أهمية السروة الحيوانية بما تفسر أهمية السروة الحيوانية أولا هذه الحيوانات مصدر رئيسي لغذاء الإنسان بناخد منها اللحوم والألبان كمان مصدر للمواد الخامل التي تدخل في الصناعة بناخد الجلود بنعمل منها منتجات بناخد الأصواف بنعمل منها منسوجات بالإضافة إلى الألبان التي تدخل في صناعة الأجبان والزب ما ننساش كمان أن بعض هذه الحيوانات تستخدم في أعمال الحقل وأعمال النقل هنشوف مع بعضين هذه أهمية السروة الحيوانية في الوطن العربي يا أولاد مصدر لغذاء الإنسان تمده باللحوم والألبان توفر مواد خام حيوانية لازمة للصناعة مثل الجلود والألبان تستخدم في أعمال الحقل والنقل ننتقل يا أولاد إلى النوع الثاني المهم عندنا وهو الدواجن طبعا الدواجن بترجع أهميتها إلى أنها تعود النقص تعود النقص في اللحوم الحمراء طبعا عندنا السروة الحيوانية التي تعطي اللحوم الحمراء بالنسبة لسكان الوطن العربي طبعا قليلة ولذلك بنعوض النقص ده بإنتاج الدواجن انتشرت في الآوينة الأخيرة يا أولاد مزارع الدواجن في معظم الدول العربية ويمكن السعودية ومصر وتونس أكبر تلت الدول العربية بتربي الدواجن هنشوف الدواجن هذه صورة يا أولادها بتوضح لنا مزارع الدواجن التي انتشرت في الآوينة الأخيرة في الوطن العربي هذه الدواجن التي أسهمت بشكل كبير جدا في سد العجز في اللحوم الحمراء وطبعا مصدر غذائي حيث تنتج لنا البيض طبعا عندنا السعودية من أكبر دول الوطن العربي التي انتشرت فيها مزارع الدواجن في الفترة الأخيرة ومصرنا الحبيبة وأيضا تونس يبقى السعودية ومصر وتونس أكبر الدول على الترتيب التي انتشرت فيها مزارع الدواجن الأسماك هو النوع الثالث والهم جدا من أنواع السروة الحيوانية والسماكية عندنا طبعا الأسماك دي أولاد مهمة جدا جدا لعدة أسباب لو جلنا سؤال في الانتحان وقال لنا بما تفسر الأهمية الاقتصادية للأسماك أو أهمية السروة السماكية هقول الأسماك دي بتمد الإنسان بغذاء بروتيني أساسي يقل الإنسان من الأمراض أيضا يا أولاد تعوض النقص في السروة الزراعية والسروة الحيوانية بالإضافة إلى أن طبعا السروة السماكية بتقوم عليها صناعة حفظ وتعليب الأسماك وكلما ازداد الانتاج السماكي كلما ازدهرت مشروعات التصنيع وده معناه أن احنا هنوفر فرص عمل أكتر للشباب وطبعا زيادة في الدخل القومي للدول العربية يبقى عندنا الأسماك يا أولاد دي صورة بتوضح لنا الإنتاج السماكي في الوطن العربي طبعا الأسماك في الوطن العربي يا أولاد زي ما احنا قلنا من شوية مهمة جدا لأنها مصدر بروتيني أساسي لأنها تعوض النقص في السروة الحيوانية والزراعية تقوم عليها صناعة حفظ وتعليب الأسماك هذه الأسماك يتم استياضها من عدة مصايد أولا عندنا مصايد بحرية خلي بالكم أنا بقول مصايد بحرية ومصايد بحيرية في فرق بالتنين هنشوفوا دلوقتي مصايد بحرية ومصايد بحيرية ومصايد نهرية بالإضافة إلى المزارع السمكية يبقى مصايد الأسماك في الوطن العربي أولا مصايد بحرية ثانيا مصايد بحيرية مصايد نهرية ومزارع سمكية طبعا المصايد البحيرية في الوطن العربي تتمثل في بحيرات مصر الشمالية وقارون وبحيرة ناصر وإحنا عارفين أن بحيرة ناصر بحيرة عزبة توجد في جنوب مصر مصايد نهرية مثل نهر النيل في مصر والسودان دجلة والفورات في العراق مصايد بحرية زي مصايد المحيط الإطلانطي والهندي والبحر الأحمر والبحر المتوسط البحر العربي الخليج العربي خليج عدن خليج عمان الخليج العربي دي أنواع المصايد في الوطن العربي يا أولاد تعال نشوف كده على الخريطة يا أولاد مع بعضنا شايفين هناخد المصايد البحرية الأول البحرية تتمثل في المحيط الإطلانطي مصايد المحيط الإطلانطي يا أولاد مصايد البحر المتوسط مصايد البحر الأحمر خالج عدنها مصايد البحر العربي خالج عمان الخالج العربي طبعا ولا ننسى طبعا مصايد المحيط الهندي مهمة جدا دي اسمها مصايد بحرية يبقى المصايد البحرية هي التي تتلخص في البحار والمحيطات عندنا المحيط الإطلنطي دي مصايد بحرية البحر المتأسط مصايد بحرية البحر الأحمر خالج عدن البحر العربي خالج عمان الخالج العربي بالإضافة إلى المحيط الهندي طب يا ترى فين المصائد البحيرية بحيرات مصر الشمالية أهي يا أولاد بحيرات مصر الشمالية بحيرة قارونها في الفيوم بالإضافة إلى بحيرة ناصر جنوب مصر جنوب السد العالي هذه البحيرة العزبة أيضا من المصائد البحيرية طب فين المصائد النهرية عندنا نهر النيلة في مصر والسودان دجلة والفورات في العراق دي من أمثلة المصايد النهرية بالإضافة إلى ذلك يا أولاد عندنا المزارع السمكية حيث توسعت بعض الدول العربية في إنشائها لتنمية السروة السمكية في الوطن العربي طيب يا ترى انتاجنا السمكي هل انتاجنا السمكي يا أولاد بيكفي حاجة السكان هل انتاجنا السمكي ده بيتناسب مع طول السواحل ده احنا عندنا محيط إطلانتي عندنا بحر متوسط عندنا بحر أحمر عندنا بحر عربي خلج عربي خلج عمان محيط هندي كل هذه السواحل الطويلة بالإضافة إلى الأنهار البحيرات المزارع السمكي هل هذه السواحل انتاجها بيتناسب مع طولها طبعا لا ما زالت السروة السمكية في الوطن العربي يا أولاد تواجه عدة مشكلات تؤدي إلى نقص هذه السروة السمكية هنشوف مع بعضين أسباب قلة الانتاج السمكي في وطننا العربي أولا يا أولاد أولا استخدام الصيادين أساليب بدائية في الصيد ونقل وحفظ الأسماك ما زلنا نستخدم أساليب الصيد البدائية كمان يا أولاد عملية النقل وحفظ الأسماك تؤدي إلى فقدان جزء كبير جدا من أسماكنا ولذلك لسبب رئيسي في قلة الانتاج السمكي التلوث تلوث الماء ذلك التلوث الذي يؤدي إلى تسمم الأسماك وبالتالي قتل أعداد كبيرة من الأسماك وفقد كثير من انتاج السروة السمكية أيضا يا أولاد الصيادين في الوطن العربي يتركون حرفة الصيد ويتجهون إلى حرف أخرى ليه؟ لأن مستوهم المعيش مقفض الصيادين مستوهم المعيش مقفض يبحثون عن حرف أخرى تدر عليهم دخلا أكثر فيتجهوا إلى البترول والصناعة لأن طبعا البترول والصناعة بيعطي دخل أكبر من حرفة الصيد في الوطن العربي أيضا يا أولاد الصيد في الأوقات الممنوعة طبعا الأوقات الممنوعة دي بتحددها الجهات العلمية المسؤولة في الدول العربية تمام؟ والصيد باستخدام شباك ضيقة كمان الصيادين عندنا بيستخدموا شباك ضيقة يا أولاد لا يسمح بأبور الأسماك الصغيرة كل السمك بيستضوه يا أولاد الصغير مع الكبير طبعا الصغير المفروض السمك الصغير المفروض ياخد فرصة أنه يرجع المية مرة تانية لما يكبر ويبقى يعني في وضع يسمح باستياده بنستعده إنما طبعا الشباك ضيقة فبتاخد السمك الكبير مع السمك الزغير ودي مشكلة كبيرة جدا دي أسباب قلة الإنتاج السمكي في الوطن العربي يبقى قلة الإنتاج السمكي بسبب استخدام الصيادين أساليب بدائية في عملية الصيد والنقل وحفظ الأسماك تلوس الماء الذي يؤدي إلى قتل وتسمم الأسماك ترك الصيادين لحرفة الصيد واتجاههم إلى استخراج البترول والصناعة الصيد في الأوقات الممنوعة أو باستخدام شباك ضيقة كده يا أولاد استعرضنا موضوع السروة الحيوانية شفنا السروة الحيوانية شفنا الأبقار الأغنام الماعز شفنا الدواجن شفنا الأسماك طب يا ترى هل نستطيع أن ننمي هذه السروة الحيوانية عندنا طبعا يا أولاد هناك العديد من الوسائل التي نستطيع من خلالها طبعا تنمية السروة الحيوانية زي إيه توفير رعاية بيطرية تحسين السلالات تحسين أحوال الصيادين تدريب الصيادين على استخدام الأسليب التكنولوجية والاهتمام ببناء الأساطيل الحديثة وحماية الماء من التلوس بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المزارع السمكية بكده أعزائي الطلاب انتهينا من درس السروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي إلى اللقاء في الأسبوع القادم شكرا لكم